اشتركوا في القناة تنطلق اليوم بالعاصمة برايا ولدى وصول سموه لمطار برايا الدولي كان في استقباله سعدت السيد هورمينو منتيرو نائب رئيس مقاطعة سانت ماريا وسعدت السيدة كارلا كارفالهال ممثلة عن حكومة جمهورية الرأس الأخضر وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد انني سعيد بتواجدي بجمهورية الرأس الأخضر لمؤزرة مدربي وملاكم فريق خالد بن حمد للملاكمة فيصل أرامي الذي سيبدأ أول مهمة للفريق في تمثيل مملكة البحرين في بطولات الملاكمة على المستوى الدولي وذلك من خلال بطولة إفريقيا للملاكمة للوزد الثقيل والتي يلتقي خلالها بالملاكمة الكونغولي جونيور ماكسيموس فهذا النزال يعتبر أقوى نزالات الملاكمة التي يشدها نهاية عام 2017 والذي نأمل أن يقدم فيه ملاكمنا أرامي المستوى الفني المطلوب ليحقق تطلعاتنا بإحراز نتيجة إيجابية في هذه المشاركة وأضاف سموه بأن المشاركة تأتي ضمن رؤيتنا الداعمة لتنفيذ مشروعنا ومبادرتنا الجديدة لتأسيس قاعدة صلبة ومتينة للملاكمة في مملكة البحرين والتي تواكب نظرتنا بعيدة المدى الرامية لتحقيق مزيد من النجاحات والمنجزات الجديدة على صعيد الرياضات القتالية فقد رسمنا خطتنا لذلك والتي بدأناها بتدشين فريقنا للملاكمة وذلك لتمثيل البحرين في المشاركات الخارجية المقبلة بعدها سيتم إقامة البطولات المحلية التي سنختار منها أبرز العناصر المحلية لنفتح لهم المجال لدخول بوابة الفريق وسنهيئ لهم الأجواء المثالية التي ستدعم تطوير قدراتهم بما يخدم تحقيق هدفنا بأن نرى الملاكمة البحرينية متواجدة على المستوى العالمي في جميع المحافل والمشاركات لسيما في دورة الألعاب الأولمبية التي تعتبر أكبر الأحداث الرياضية التي يتنافس فيها الرياضيون من كل مكان في العالم وهذا ما سيعزز بالفعل المكانة المرموقة التي تحتلها البحرين على صعيد خارطة الرياضة الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر